أهلا بكم في هذه المحاضرة رح نتعلم كيفية تصميم شعار شركة بيبسي على برنامج الستريتر في البداية رح نفتح ملف جديد بمقاس 500 في 500 بيكسل طبعا 500 في 500 مربع ومن ثم طبعا Create الآن رح نضيف دائرة نرسم شكل دائرة وطبعا نحرص على أن تكون دائرة وليس بيضاوية من خلال الضغط على مفتاح Shift أثناء رسم الدائرة رح نتخلص من السترك ورح نضيف لون أحمر إلى هذه الدائرة رح ناخذ نسخة من هذه الدائرة Ctrl-C, Ctrl-V وهذه النسخة رح نعطيها لون أزرق ورح نخلي الدائرتين بنفس المكان بشكل مباشر الآن رح نضيف شكل مستطيل وهذا الشكل نحرص على أن يكون بمنتصف الدائرتين طبعا هذا هو المنتصف جيد، الآن رح نحدد الشكل المستطيل ونحدد الدائرة ومن أدوات Pathfinder طبعا من Window نجي إلى Pathfinder طبعا هذه Pathfinder اللي هو اختصارها Shift-Ctrl-F9 وطبعا نختار Minus Front Minus Front أي أنه رح نطرح هذا الشكل اللي هو بالفرونت رح نطرحها من الدائرة بحيث رح تكون عندي نصف دائرة طبعا نحدد دائرة مع الشكل المستطيل ونختار Minus Front الآن رح نجي نرسم شكل مستطيل أيضا وطبعا نحرص على أن يكون اللون أبيض سوري الآن نضغط كليك هنا بالخارج حتى ننهي التحديد ونجي نرسم شكل مستطيل بهذه المنطقة وطبعا رح يكون لون المستطيل أبيض الآن رح نعطي التدرجات أو التعرجات المائلة من خلال فلتر الوارب طبعا نجي نحدد هذا الشكل المستطيل ومن ثم نجي إلى Effect ومن ثم فلتر وارب ونختار Flag اللي هو العلم موافق الآن أصبح عندنا هذا الشعار جاهز نجي من أداة Text نكتب كلمة Pipsi طبعا رح أكتب Capital وطبعا رح نختار حجم للنص مثلا رح أختار 100 ونختار نوع Font للخط مثلا رح أختار أحد الخطوط مثلا هذا الخط مناسب وطبعا يبدو أنه الحجم كبير نجي نصغره بهذا الشكل ورح نختار نفس لون الأزرق للنص في هذه المنطقة لاحظوا أنه أصبح عندنا شعار شركة Pipsi بكل سهولة وبساطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر